موسيقى سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونشاهدي الكرام كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال والصوت اليوم اللي سنشارك معكم هي الكريمة الحامض المتعددة للاستعمالات على بركاته الله نبدأ بستعراض المقادير سنحتاج السكر مايو 50غ كس الماء عاصر 3 ديال الحامضات النكهة الحامض اللون وكذلك النكهة 3 حبة البيض جمع الكبار الكريم باتيسري ممكن كذلك تعوضها بالناشا القصرة 3 ديال الحامضات جمع الكبار المقادير على بركاته الله يبدو استعراض طريقة في واحد الكسرول ونعمل فيها كس ديال الماء القصرة ديال الحامض ونضيفها على نار لتكون مطوسطة حتى تطلق نكهة ديالها كسرول واحد أخرى نضيف الكريم باتيسيري نضيف الكريم باتيسيري نضيف الكريمة نضيف الكريم باتيسيري ملعقة واحدة نضيف الكريم بلخلطة يداوي نضيف الكريم بايسير ليمون نسيبه للماء لكم شهاد لغوم يعني هذي الحامض رب ممكن انكم تستغنوا عليها ماشي دروري غريك اجعل زينا نكه هذه الحامض دبا غدي نعملو هذك الماء اللي كنا عملنا في القشور دي الحامض دبا ارتطلقت فيه من نكه هذه الحامض نصفيهم دبما تيبه لكم اصبح اللون ديهم ابيض يعني تلقو لنا مزيان نحاولو انكم تخلطهم زيان وغدي نديرو على نارتك المتوسطة مع التحريك المستمر حتى كتعقدينا الكريمة ضروري اننا نحرك بسرعة وكذلك يعني نحرك باستمرارية ما نحيجوش دينا دبما تيبه لكم دبارها بدأت كتعقاد نحرك دائما يعني بشكل مستمر نحرك دائما يعني بشكل مستمر نحرك دائما يعني بشكل مستمر لانه ضروري كتعقو البقايا ديال البيض مع اننا نحركو مزيان لكن ضروري كتعقوش حاجة حاولو اننا ندوز هاد الكريمة ديالنم زيان فاد السفايا دوما يعني بقدان لنا فقد بقايا قليلة ديال البيض مشي بزائف مهم هاد العمل يديل اننا منصفي ودروري لبا غدي نضيفه عليه جزء مع القبار ديال الزبدة سوف ندخل هذه الزبدة في الكريمة كتعطينا لبغيونس يعني كتعطينا ذا كلها مع الكريمة وكذلك كتعطينا للده نتلقى باش نشوفوا الكريمة دي الحامض في طبقة تقديم الشكل النهائي دي الكريمة دي الحامض كيجي على هاتشكل كنتمنى ان الفكرة دي وما تكون لتاعجابكم هاد الكريمة تقدروا تستعملوها في بزاف دي الاشياء يعني تقدروا تعملوها في ليتخانش تعمرو بها ليباني تعمرو بها ليكيك ديالكم تديروا بها اي حاجة انتم ما بغيتون ما يمنوا صفا عندكم ولكن استعملوها كيف من انتم ما بغيتون ان شاء الله بإذن الله نتلقى في صفحة اخرى كنتمنى لكم نهاركم بركو الى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة